الحواب الساعة للعروضة ناخدها زي وزي انها كده. مارسنا اشتراكية ومحبة داخل عقد الاجلات دي عشان كده بقينا يعني حتى زول فينا في الشارع بيقول لك دبت عقد الاجلات. ابقلوا انوار عبد الرحمن. الشركة دي قامت فيها مشاريع مجتمعية كبيرة جدا دولة الانغاز ما صدقتها لنا. انا هقولها الليلة. منها واحد انه ان احنا كنا طرحنا مشروع لوزارة التربية كان وقتها سبدرات. احتزل وزارة التربية والتعليم وقتها لانه هو ذا ولد جهاد ما يمكن ادافع على الموسيقى. انا هاسي بيقول لك انه لحد اخر قبل الحرب دي الناس اللي كانوا مشاكل فيك دجالات. تمانين في المية منهم لما نحنا بيغني هما ما يتولدو. بشتكي لك منك الحزن الدفين. انا ما مختلف مع غناء الزنك. ده وده قولنا حق مجتمع. موسيقى الزنك دي. في فرق بين موسيقى الزنك وغلونجونات. كورساها في شكله الرسمي طمنطاهر شهر. تسألوزي احنا كمانة يعني احنا اولاد شنو يكونوا تقول شنو يعني هي فيها خليط بين الانجليزي والفرنسي. يزور هي رندوك بتاع لغات. رندوك لغات اخ فرنسي على الالماني على انجليزي على الالك كده يعني. يعني اسمك منودي بالعرب اسمك منو. ما اسمك. بالانجليزي ما اسمك. بالانجليزي ما اسمك. يس. بالهولندي. من واحد جنال حد سبعة جنالنا هاجرتها. جملة الاعتغالات. انا واحد اتكلم عن وقيف وما بتكلم عن مصادرة شنو شنو شنو. منكم اربعة يا خمسة يا كلنا. ما بنعمل حاجة ما في الضو. نحن عشان نغني من استاذي من السلطة. نحن عندنا مشروع حضاري بنعمل فيه. مشروع حضاري سوداني موتم بالانسان السوداني بالفن السوداني بالغناء الجماعي السوداني. ودارينو قول للعالم برا نحنا يا جماعة نحنا شعب جميل عندنا انماط طاعت غنى سمحة وجميلة. ونمازي كثيرة تجيبنا السلطة في ابها صورة يبرك ساقطات المغنيات في اولى ايام العياد يعني. عشان يهنقونا بالعيد. ويكا ان احنا حواء السودان نضيبت وعقرت وعقمت من الناماطي تنجب مغني او مغني جيدين. البلد الأجمل ما يكون. انا عيني رأي ذاكي واوية. لي طينك ولي أرضك وليك والقمر الفق سوحك ضاوية. البلد المغف منك اتنين والناس كلها مرساوية. لو شفوك بعني اكيد العالم كله حيوعجب بك وانا شايفيك من اجمل زاوية. اجمل زاوية. بسم الله الرحمن الرحيم المشاهد الكريم في كل مكان متابعنا ومشاهدنا في كل مكان. اجمل زاوية بتأكيد ان احنا مستمرين في هذه الايام الجميلة. ومستمتعين جدا جدا بضيوف رائعين. ناقشنا معهم عدد كبير من المواضيع ايضا. شفنا الجانب الجميل في حياتهم. اه دردشنا معهم من دردشة. اه تلقائية وجميلة جدا جدا. الليلة في اجمل زاوية. اه ضيفنا رجل جميل. اه يعني ممتع للقاية. اه في كل تفاصيله. اه اكيد جمع بين الموسيقى والفن والاعلام. رجل جميل جدا جدا. من مؤسسي العقدة الجميل. يعني احنا استمتعنا جدا جدا باغنياتهم وهازيجهم. وعمل في مجالات كثيرة جدا جدا في الاعلام في السودان وفي الموسيقى. واحد من خريجيه الموسيقى المميزين جدا جدا في السودان. وايضا هاجر من السودان كغيره كحاله حال كل. مبدع. اه لم يجد المساحة الكافية في وطن العزيز في ذلك الوقت. لكن اكيد حضن الوطن سينضموا اليه قريبا. ويشكلوا لوحة كبيرة جدا جدا من اه اجل السودان وفي الموسيقى وفي الاعلام السوداني. اه ضيفنا الجميل جدا انور رمضان كريم ومساء الخير عليك. نعم مساء النور ورمضان كريم وانت طيب وشكرا لزاويتكم الجميلة والموت نوعي. نحن معك ادوره. يعني ما تكبروا بضيف كده. طيب دمارات يمكن. الله يدغيته كبير شكلك ذا كبير. يكون كبير في السن مع راضي. يا اخ شكرا لكم على التغنوة الجميلة. انا رجل من غمار الموالي. انا زول. زول السوداني وسط يعني. السودان. السودان دفوع نمازي كثيرة جدا كويسة. يعني لو سلت عليها اعلام. يعني لو قدرنا وصلنا الناس المبدعين في حتاتهم. بنلقى مئات الانور. يعني. لكن هنا محظوظ لهم اللي قلت له هاي زاوية كده جميلة. اجي اتفسح معكم فيها. والله احنا محظوظين انوار. محظوظين انت اول حاجة موجود معنا. محظوظين بالنو قاعد نستمتع بتفاصيلك السمحة وغافشاتك. حتى يعني خفة الدم الجميلة اللي موجودة فيك دي. ما ات لقائن اي زول. وانت زول فنان. اه انوار يا اخي احنا بداية كده خلينا نتكلم عن. يعني ما دار يكون تغليدي وانوار مين وكده وكده. لكن انوار ابن بيئة بريفية. ابن قرة. وفي لايتي الجزيرة بشكل عام. ومن اسرة صوفية بحتة. اه حيرة ندنية وكده وحاجات جميلة جدا 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 كانت في طفولة انوار. اتكلم ليلة عنها بالاضافة الى انك انت انوار ملوء والتفاصيل المريحة بالنسبة لك انت. سؤالك ذا كده يعني الصحافي بيجملوه في انو يعني بيقوله انو الفنان ابن بيئته. ايوه. انا 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 انوار عبدالرحمن على المهل. اه من اسرة اه طرع رعته في الجزيرة احنا من غري اسمها شكيرا الوادي. نحنا ريف المحريبة اللي هو دي منطقة جهويا كده مشهورة بينها منطقة حلاوين. لكن استوطرنت قبائل كثيرة غير الحلاوين فيها الجعلين اللي هو احنا منهم. فيها دناغلة وفيها الشايقية وفيها. لانو الجزيرة يعني بالعربي كده زي كرش الفيل. لما تلانو المشروع ده جاب الناس من كل يبقى على سودان من غرب السودان من شرب السودان. فبقى انصهروا في في المنطقة دي عشان كده. تمييز الجزيرة في اي شي من اشياء التمييزات الابداعية. جاي النتيجة للهجين والاختلاط والتساغف بالحضر ما بين القبائل. المنطقة لان فيها يعني سألوني مرة. وصفت بانه دي منطقة حزامي بدع. يعني انا البيئة جيت منها صاح بيئة في شكلها صوفي وديني وكده. لكن هي برضو بيئة فنية رحبة جدا. الحزام ده طلع منه غنائيا. طلع منه بعدها محمد طيب عليه رحمة الله. اه وطلع منه كريم عبدالله من نفس الغرية عبدالله محمد. وطلع من المنطقة دي المريود احمد طاها. طلع من المنطقة دي احمد طيب من طابة. ده كله ده حزام. وكلهم كانوا مشتركين في حتى في الادوات التنفيذ كان من كورس او عازفين او كده. الجودة اه جوة جوة الغنائي مع جوة الصوفي حق المدايح مع القطح الشك بيلقي بيزلاله عليه كل المجتمع فيه هو الحي تسامح فيه كمية من الناس الجزيرة او منطقتنا دي بالتحديد منطقة بتاعت ناس طيبين جدا يعني. وناس ودودين لانه تكوينهم الوجداني تكوين اه رقيق تكوين فني تكوين فيه مشاعر تكوين فيه اه فيه سماحة الصوفية وفيه جمال الغناء. يعني البيئة مساعدة لانك انت تبديع البيئة مساعدة لانك انت تطلع فنان مميز كده. البيئة ممكن تشكلك تساعدك ده بعد ده عنده وقف معه يعني يعني انا كام بالنسبة لي عشان اغنع اسرتين ان انا ادخل محد الموسيقى وانا وانا ودى الاسرة ودى الاسرة الشيخة يعني. لا في الزمن دهك كده قبل ما تخش الحتة ديانور. لا. في الزمن دهك انت يعني اكيد اول انا لتكلم شوية في الحلة. في حلتكم. وانا مش عندي مش عندي يعني يعني حاولت اتطلع على كده واتطلع على البيئة الموجودة. وطبعا. في في زرفاء مدينة وفي بلد كانت زريفة جدا جدا منطقتكم دي. وهو دي المتنفس عارفة وموجودين مناصبه يعني النمازج دفل في قرى كثير جدا في الجزيرة دي فيها فيها الحكايين فيها يعني يعني ما يسمى الظرفاء القرية وظرفاء المدينة يعني. غريتنا دي يعني مشهورة جدا واحدة ناس سريعين بديهة. ناس تاني ممكن يقول لك ده السحارين. لكن هم يعني يعني بديهتهم سريعة وبعدين البيئة لانا نظيفة ما فيها ما فيها تلوث الحصل التلوث الفكري والتلوث حق المجتمع ده هنا التداخل الكثير يعني. غرية واضعة جدا فيها زرفاء كثيرين جدا يعني. انا لو قلت اسماحها اظلم لكن في شخصيات يعني لا تبارح زهن ابدا فيهم من يعني من رحل يعني عليه رحمة الله فيهم يعني يعني لسه على قيد الحياة ربنا يطول في عمره. يعني فيه الشخصية شخصية الترح. يعني وفيه شخصية يغرب لي انا يعني بصلة الرحمة مختار الريح. فالديل كانوا من زرفاء وحكايين وسريعي البديهة وخدام للمجتمع. يعني يعني اياديهم بيضاء على كل الفيلم وضع المراسيل. القضايا غرض. يعني نقول كده يعني. فيهم جوانب كوميديا كثيرة جدا يعني. يعني نفس الشخص. كده يعني دينا حاجة كوميديا كليا. انا ما احد سمي لكن واحد من ذلك كان يعني كان بيحبهم فت فت جدا. عندنا جزار في الحلة. قال انت المجتمع صباحا ما بتحصل. فهو كل ما يجيه الصباح بيقول له يا اخي يا عم فلان. قال انت فت فت. قال انت فت فت. يجب انت فت فت. فيه لغة بتاع الجسد. في يوم فيه حفلة بالحلة. الحفلات الغرض بستمرة الا ازان الفجر. فهم قاعدين في الحوش. الحفلة ده شافوا انت كالجزار ده ماشي بالحوش. الحوش برا عالي شوية كده. فالساق طور معه عشان نطبحوه. طوائز جات بزينه ان الليلة امشي مع عمك ده عشان يمرهم فت فت كيف الليلة. وهو مرهق من الحفلة وكده وماشى تابعوه لحد ما يطبح فيه فاللي قال له كوم رملة رقت فيه شوية. ما صحة الا هم الجزار بيكسر. السمع بكو كو ده قام صحة قال لي يا عم فلان فت فت. قال ليت انا ملضي حد انا فت فت. قال انا ما عرفت عمي ده امشي لسه اقام عشان بيكسر فت فت يعني. ومفيت فيتو. دي دي ما حاجاتنا وتراثنا برضو من ضمن الحياة الجميلة اللي احنا بنستمتعوها في السودان. اه انا ورد بعد ذاك في مراحل كثيرة اكيد. انا. في واحد ثانية. انا ديل غير مدر اظلومة لكن ده لكن هما قلت لك انا يعني هما حركة في المجتمع كده جميلة خلاص يعني يعني قضى ينغرد بترسلوا اه بتاع النقطة بتاع الحكاية بتاع هنا ففي غريتنا دي شفنا عزماء المغنين ديل من صديق كحلاوي خلاف الله حمد عوض الجاك عبد الله محمد عوض كريم عبد الله هل تعلم انه ديل كلهم ما كانوا بيجوب معهم كورس ولا بيجوب معهم عازفين طلا ولا 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 يقع بونكوس. الغرية كانت كلها عبارة عن كورس وعازفين. اذا لا يزال لحد الليلة الوقت ده كورس الازاع والتلفزيون الشعبي هو من غريت شكال الوادي زي محمد رحمة الله والحج محمد رحمة الله وكان معهم المرحوم اه اه من وتشنينة علي عوض الله. عشان كده قبل قلت لك ده حزام بتاع ابداع. الموضوع ده طلع من شكال الوادي وطلع من الجزيرة وبيقى في الخرطوم وبيقى في السودان كله. من الغرية دي. ديل قطع شكل الغبة زلال في زاكرتي ويعني طعم الغنى وتزوغ الغنى الكلمات. نحنا كان عندنا زول بغلس في الحقيقة بشاكله. يعني كانوا دوافع بالنسبة لك. لازم تحفظ الكلام على الوصوله للنص زي ما مكتوب اللحن زي ما هو متواثر من فلان لفلان. يعني لو انت قمت يعني حاولت تعمل ما يسموه الخويات تلون في الغنى كده. ممكنش عقولوك لا دي ما الرواية حقت الاغنية. كلام ده كانت في منابر شعبية بتتم جنب الجزارة في ميدان الكورة في قاعدة حنة حقت واحد من الاصحاب تناقش مسائل فنية على الكلام ده ونحن لحد طلبه في الثانوي. فقطعا ده في لا وعيانا بيكون شكلني وقعد في زاكرتي وزاكرتي الجمالية يعني. جميل. طيب بعد الثانوي انت اخترت انك تمشي تدرس موسيقى لحبك للموسيقى. اه اكيد انت من بيت صوفي وجدك عنده حيران عنده وضع الاصوفي الموجود في البلد. اه ما عاوز اقول في صعوبة لكن برضو بكون في عدم تقبل كده للمسألة دي. هو يعني بشي مسل سوزاني بقول لك شنو كده شعر ما انه لو رقبه. هم. هما ما عندهم. لمجتمعنا ما عندهم مشكلة مع البلون لكن. ان هاي كمهنة دي ما كان بالنسبة لهم. انك الدراسة تمشي تدرس كده. اه يعني ما انت بعدها حد امتهنة حد ادروا اسم موسيقى يعني. يعني احنا في بيتنا عندنا نزول بتاع اشعة قرى اشعة بيطلع بتاع اشعة. قرى كلية طب تطلع طبيب. قرى موسيقى دي حيطلع عشانه. فموضوع غناي وموسيقى وموسيقى. الموضوع ده ما في شعر ما في لو رقب ولا رقب. في حاجة ما مفهومة. لانه ما في نموذج يتقدم. ده غير ال 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 ما هي ما عاقبة دينية لكن دايما البيوتات الدينية والبيوتات المتصوفة كده. في هالة كده من الورع يعني كأنه زول لو قرى موسيقى دي بيطلع من الملة او شوية بيكون فيه نوع من السفا. او 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 زول يعني يعني انا واحد من حيران جدي كان بيسمني المسيخيط. يعني زي المسخوط انا كده. وما مش مسيخيط كان في المسخوط زي صغير. يعني جربوع بتاع السخط كده. فلكن يعني انا مدين لابوي علي رحمة الله ومدين الاخي الاكبر استاذ النزير. هم تناقشوا معي في الموضوع ده. كان زمان لما انت تمشي تجي تقدم للتعليم العالي بدوك ارنيق. لازم ينضفوه للأمر. انه يا اخي انه موافق انه ولدي يقرأ غانون ولدي هذا موافق يعني كده لازم والأمر ينضى. فلما جبته لأبوي يعني زي وقف قال لي يخلي اخوك الكبيري. اخوك الكبير كان معلم. فعنده عبارة جميلة جدا قالي لأبوي انه يا اخي. خلي زول يمشي الحتة اللي بيقدر ينتج فيها. نادي هوا حاسي هنا في الفنون دي بيقدر يمشي. انا بمفتكر انه درايك. دراي اخوي. فرايك شنو انت يا حج. فخلاص ده ولده الكبير قال لالستيتمن دي. يلا انت رايك شنو. فكاد واحدة من وصايا ابوي اللي علي رحمة الله انه. يا ولدي ربني وفاك لكن ما تجيب لينا لعيبة. برضو في في دي موافق على بضغط كده. شايل لوح اتقال بتاع اه 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 اهموم حقتين الفنان ده يمكن يعني ده مستقع ما ما مجهوله ما معروف. ومجتمع انه فيه فيه يحمل يعني في الاتجاهات الماء الماء غير حميد يعني وفي مجال. ما لم تكن زول يعني. يعني اقول حببتي متيقن وخدتي اه قلبك في صدرك يعني. فتمت الموافقة. لما تمت الموافقة دي. انا بقى بالنسبة لي فيه حمولة تقيلة جدا انه ما يجيب عيب لأهل يعني ربينا ما اعمل شون يعني. وتمرك مفهوم المسيخيط من. واتبع من الموضوع الحيران جدا انه ما بقى زول مسيخيط سايعة. وممسوخ كمان. مسيخيط وممسوخ. فجيت مع هذا الموسيقى كان من نسبة لي عالم غريب. انا جيت في حصلت كلها انه انا بعض الفقالة صغيرة اسمه ملوديكا. من الحلة. من الحلة. ادي بعد جهدي جهيد واشتريت بعد جهاد يعني اشتغلت في الزراعة دي. شان اللمه ما قلوش. وابيح كم شوال فول. لكن كنت في مرافقة مع واحد بتاع اكوردان اسمه صديق دفع الله صديق عينا. ده واحد من اصدقائي ودفعتي في الثانوي. ده الوحيد كان في منطقة النبي عزي في آلة موسيقية. يعني جهرية بيطلع بها مسرح كده. وكان رفيق. وكان واحد من الناس الفتحوا زهني كبير جدا على الموضوع الموسيقى ده. اه وانا من الثانوي العام الى لحد نهاية الثانوي العالي. انا كنت مرافق لمغنيين في المنطقة. مغنين شعبيين. كنت كورس في كثير من الاحيان. وعازف طب الله في احيان بسيطة. رفقت خير السيد فضل الله. رفقت جاد الله ود العقاب. آآ رفقت آآ آآ عبد الله محمد في بعض المناسبات الفي الغرية. رفقت الله كريم عبد الله في بعض المناسبات الفي الغرية. فكنت يعني مغني مشارك. يمكن دليل قدام الغى بازلال في موضوع الغناء الجماعي. جميل. هنجي لغناء الجماعي. في خلاص انت نقلت من مرحلة كبيرة في حياتك لمرحلة اكبر اللي هي مرحلة الكلية او المحادة الموسيقى او في في القرطوم. خلاص عينت لناس كنت بتسمعهم في اللي زعاه. عينت لناس كنت بتشوفهم في التليفزيون. عينت لدي مرحلة تانية لمرحلة الموسيقى. عينت لاجانب موجودين في 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 المعهد الوقت داك ومشرفين عليكم وكذا. وبداية شوية كده نتكلم عن بداياتك في 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 المعهد ومنه اللي كان موجودين من من الفنانية الكبار او من الاسماء الكبيرة اللي كانت موجودة في الوقت داك. آآ نحنا جينا مطلع التوانيلات جاء بالزبطي نحنا جينا في آآ نوفمبر واحد ثمانين. لدخولنا للمحض الموسيقى يعني كان حاجة بالنسبة اللي مدهشة انا شفتها هادية طلصام زينب الحويرس سولومون الأريتري. لقينا احمد رفشي تخرج عليه رحمة الله. لقينا علي السقيد. لقينا عادل صديق. دكتور رفاتي حسين. سعد الطيب. عثمان النو. ازهري عبدالقادر. المغني الشعبي عبدالله الحاج. وكان كان المنتدبين من الوزارة التربية. انا في دفعته كان مرحوم حافظ عبدالرحمن. كان منتدب من وزارة الخارجية. آآ ودفعتنا كان صلاح خليل عليه رحمة الله عازف الجيتار. كان منتدب من اوركستر يزاعو التلفزيون. واستاذ محمد جبريل ربنا يميد في عمره. عازف الباص جيتار برضو كان من الناس المنتدبين من اوركستر التلفزيون. وديل شخصيات زول كان بشوفة التلفزيون فيهم ناس زاملناهم في 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 دراسة واحدة. وفيهم ناس زاملنا في في المؤسس وكلها. هم دفع قبالكم في دفع بعضكم. نعم. كل ما ذكرتم ذيل عدا المرحوم حافظ عبدالرحمن وصلاح خليل. دل كانوا دفعته. نعم. كل ما كانوا ناس ازاملنا استاذنا مصطفى الزحمة كان قدامنا بدفعة. يا سلام. يا سلام. اكيد في بعد ذلك انت مشيت لجانب معين. خليت الآلة اللي كنت بتعزف فيها. اكيد مشيت لجانب. اه. في لجنة المعينة اه. انا في ناس ما كان شبتهم في التلفزيون لكن كنتم اسمعهم اسماء يعني استاذ آنس العاقب. ايوه. الماحي سليمان. اه. ما قال ليه رحمة الله دكتور مكي. سيد احمد. دي اسماء كانت. يعني اسماء اعلامية. لكن انا ما كان ما كان شفتهم حقيقة. دي كانت لجنة المعاينات. اه. فمن اسئلتهم. اه. انك دار تعمل شنو? زي. السواكة مباغط بالنسبة لي. اخنا جاي معاينة جاي مع واحد الموسيقى كيف بدر يعمل شن يعني. فانت دار تعمل شنو? فقاموا قال ليه نحن هنا اسم موسيقى يا عزف يا غنا. يا كده غني لينا. قال لي غني لينا. غني لينا. طلبوا مني اغني معاينة. ما طلبوا اغني معاينة. لكن انا غنيت. عندما طلبوا مني اغنية جات في زهني اه. عز وصالك لعثمان الشفاء. غنيت منها اقبله هنا. بدوا يكتب في ورقهم كده يعني. يعني يعني ما اغنيت حاية بتاع دقيقة ونصر دايكتين كده. فهم قال لي شكرا. انا بتواصل مضوضة. انا حركة والبصر يعجزين. كده هسا غني لينا كوب لينا الشالبين بي. ما. 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 انتوا اقول لكم اننا الاتهاب عندنا اخف. لا لا ما في مشكلة. بس نسمعهم ان احنا هنا برضو ناخد ورقنا. ما انا شنو ما دي قيت مو مثيل. ايه ان في سخي صالك كيف يهول. عزة عزة وصالك. الكلام ده من تلاتين سنة ونيف. هزي في في عزة دانيا. هسا بجملك مشاكل فا. اه. بجملك مشاكل كثيرة هسا. كانت اله. دي كانت البداية انه بعد اله. من راحة العملاء في انه انت يا ولد حتمشي قسم الغنى. فان فاتسببتو عرغم من من الجملة اللي قالت لي بشكل جماعة انت يا ولد حتى مشي قزم الغنى يعني خلاص انا مضوضة اتقبلت و سأغني ودوكم الصوت انت ما مشيت براك مات انا اشكلام دلجنة وان الناس اللي قلتهم لا قدل هم القول حدث قالوا انا انا مغني وفي اقل من ثلاث دقائق وصلوا لان المضوضة فيه وزلت ممكن تصمي كستانت ما بطاله مش اعمل عاية انا من البعد السودان الى واحد كوري لا يعرف عربي لا يعرف انجليزي اسمه سر كيم ده مغني بتاع اوبرا لزمان كان لده عمك جحفر نميري بجيبه في التوادل الصغافي ما بين كوريا والسودان بين القصر الشباب والاطفال وفي بحثة تعلمية في محضر الموسيقى خبرة الكوريين فيهم استاذ بتاع الصوت فيهم استاذ بتاع التأليف فيهم استاذ كمنجا فيهم استاذ بتاع بيانو قال ان احنا حضرناه فهذا متكلم حاجة خليط يعني رندوكت بتاع اللغات كنت بتفهموا كيف متريمين موجودين لكن لانه في موضوع الموسيقى متساعد يكون موضوع الان يعني عندنا فيه ناس يتخصصوا في اللغة يعني عندنا واحد من الناس موجود معنا هنا استاذ ناسر عبيقادر ده يعني يتكلم الكورية السودانية يا حي كورونا كده عجيبة جدا بتاع هنا انت قيف هنا النفس اخد هنا خاش ما ابطأ هنا انت هنا صوت فيه انت صوت هنا ما لغة كده غريبة جدا لكن في النهاية هي عندها قايد بالبيانو ويديك نموذج ويقول لك انت اعمل زي ما انا بعمل فتح دماغي على عالم غريب على موضوع بتاع التكنيك الصوت موضوع النفس وموضوع النوة الطويلة والنوة القصيرة والقفزات وصوتك زاد حدود وين اجمل حتى مكنت تغني فيها وين الكلام ده على مدى ثلاثة سنوات مع الكوري مستر كيم لحد ما عرفت عرف لغته وعرف اتفهم معه وعرف انا دار منه اشنو ويعرف دار منه اشنو وكان نموذج جيد للمدرسين العلموني حرفية الصوت نحن جينا لقينا استاذنا عسما مصطفى رحمة الله في بحثة في القاهرة فالكوري هذا واحد من الناس اللي تنبؤوا لي انه يعني اذا انت مشاهدت بالمستوى ذا يعني انت ممكن تكون الاساز السوداني هنا التاني في الموضوع انه تعملوا الحياة السودانية لانه في واحدة من نغاشاتي معاه كنت بقول له انه انت هسي بتعمل يعني بتعلم من التكنيك حق الاوبرا حق الغنى الكلاسيك الاوروبي انا دا اغنقون السوداني هنا كنت بقول لي انت انت هنا ممكن تعمل يعني تتعلم الحرفية لكن تشيله بعدين انت ودماغك يعني كان بيوقت طوالي بقول لي انت هنا تفكير في انت هنا سودان اعمل يعني تعمل حياة سودانية لكن خلي الموضوع كله في جماعة خلي اي خلي تتعرف كيف تستخدم صوتك كيف تا يكون عنده مدى طويل كيف يكون جميل كيف يكون عنده غفزات كيف يكون كيف تا عنده الهبوط تتعمل كيف كيف تعمل ال دايناميكس يعني تجسد الخفوت والصعود في الصوت كيف انا قال لي انا اعلمك الحياة دي لكن انت بعد ذلك اعمل الحاجة اللي انت عاوزة بها وده كان اولى طريقة في انه انا اجب نمازج سودانية انا حتى اللي قدام لما تخرجتها كان على يد استاذ اسوام الصفة علي رحمة الله انا ممكن اكون من اوائل الناس اللي قدمتها نمازج سودانية بجانب النمازج الغربية كانت مفروضة في المناهج التعليمية حق المحل الموسيغة انا زاك يعني جبت نموذج بتاعونه سوداني حتى مؤلف اتألف في الوقت داك من دفعتنا اسمه زيل عبدين استاذ زيل عبدين اظن اتناولت برضو واحد من نمازج الحقيبة القديمة وتناولت نمازج لدوبيت السوداني محترون نعمل مع الاداء السوداني ده بغوضنا لقدام انه مهم جدا المغني السوداني عشان تكون انت مغني سوداني يجي منك تعرف الغون السوداني الغون السوداني ده ما منطقة الوسط بس ما منطقة نحن سمعنا الازاع وشوفنا التلفزيون الغون السوداني ده غون الخريطة وده واحد من الاشباب ان نجحت كثيرا من المغنيين خاطبوا الخريطة الإقاعية والنغمية واحد من السباب النجاح مثلا مجموعاتنا عقد الجلادي انها حقنة الغونال بشبه خريطة السودان الغونال فيه تلقى فيه الشريك وتلقى فيه الغريب وتلقى فيه الجنوب وتلقى فيه الشمال وتلقى فيه الوسط انواط liقاعات السودانية السودانية الخصيصة السودانية انا هنا دار اقول برضو واحدة من الحياة المهمة جدا انه نعتز بحياتنا نفس بات زي ان احنا اربعة وتسعين مشانا نسجل انا غفز تباك لكن لا هنجل هنجل للقصة للمسألة دي لكن شنو بتمتم القصة بتاعة الاربعة وتسعين اي فدار اقول انه الاعتزاز بحياتنا دي فلما نجينا نسجل في واحد في واحد مسجدهات انجلترا في لندن اه اللي هو في الاستوديو عندك الميترونوم دي بعمل لك الكليف بعمل لك الزمن الزمن ما مرسوم به يا يا سنائي يا سلاسي يا رباعي الدليب ده في الكمبيوتر ما موجود ولا في الميترونوم موجود لانه زي مركب اضطر المهندس دي جاب كمية من المهندسين جاب كمية بعدها من الموسيقين اللي انه يماها اللي غادة انه زي قاعد يغنوا في اللي غادة هل غادة منتظم لانه مفروض يكون يا يا وان تو وان تو يا وان تو سري يا وان تو سري فور لكن دي يكون مرة سبعة من ثمانية مرة اثناشر من ثمانية مرة هو جادت ليه القصة في رأسه جادت لكن اني غادة هو منظم ديقة حقنا ديقة حسوداني احنا يعني زي ما سمينا هسا في الدكشنري بتاع الموسيقى في العالم البونغز اسم سودانيس بونغز البونغز وفي واحد من الرواية انه استاذنا مرحوم حرقل هو من ادخل العلبة التالتة دي فهس هم سميه سودانيس بونغز يلنا ما نعشون احنا نسمي الدليب دا الدليب السوداني ونكتبو ونسجلو ونسجلو فيه من كل فكري عالمين وقال لي ما عادة يخص جمهورية السودانية يخص الصعبة السودانية من كده الى كده. طيب تمام. يعني احنا يعني حنرجع للفيصة التاربعة وتسعين وقت الجلات وتسجيل معه. لكن انا يعني اه شفيت من كلامك كده انه الكوري حببك للقناة الجماعي. ولا اشتغل معاك شغل بتاع قناة جماعي كتير جدا جدا. لانه اتجحت طوالي انت لتأسيس اه عمل جماعي. اه قبل عقدة الجلات. اسمونا ماريق تقريبا مش كده. نعم. قبل عقدة الجلات. اه كتدينا فكرة للقناة الجماعي اول بعداك نشوف تأسيسكم لنا ماريق وبعداك اه توقينكم للعقدة الفريق. هو المستر كيم مش حببني في القناة الجماعي لكن حببني في الحرفية بتاع الصوت. جميل. بتاعت انه اه. ولا انه حتى في المحل ذلك ما كان في قناة فردي. كان في اركستر القرال دي 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 واحدة من المواد ده وما يجزم منهج انه انه تفرغ الشغل النظر اللي انت خدت في قاعة الدراسة ده ليه لشغل عملي في اذا كنت بتاع اهلا او كنت مغني. اه. بيتعلمنا في القناة بتاع القرال ده. الوان الاصوات والعمل الخطوط والهارموني والانسجام ونتعلم اه تفاصيل الادى الجماعي الخفوط والنزول والصعود والهبوط وكذا. اه يعني ما كان في اه الا من اه داخل القرال دي ممكن تكون في بعض في اي اغنية سودانية بتعمل نوع من انواع التحلية كده الصولو. اه. ودي كان دائما بالدول الناس يعني يعني اله كان بشتغل صولو عبداللطيب عبدالغني. انت استغلت الصولو في اجراءات بالضو? اه في اجراءات هي ضرورة عندك عندها علاقة بالمؤلف والتأليف يعني. وانك تعمل باية حالية وبعد المرة دار تبرز جماليات الغنى. ودار تبرز جماليات واحد من اللعيب. واحد من اللعيبتك يا. يعني. عندك زول الحريف خلي ويطلع عليك. يعني اعمل لك حالية للتيم يعني. طيب طيب. نتكلم عن التاسيسكم للغنى الجماعي في الخارج المعهد اه اساسورة للنماريخ اصبحت اه مجموعة تقنية ومجموعة. لكن ما استمرت كثير بعدك. اه انشأته اقضى الجلاد عثمان النوو. دي حاجة شكرا على السؤال الجميل لانه فيه لغة كثيرة خلاص. وبعدها ما كان واضح للناس يعني. الناس بيقول نماريخ نفسية اقضى الجلاد تماما. يعني بعدها سماء عبقت لاني سبه يعني كرسة يعني سمعوه يقول لك يا اخي ما كنت في نماريخ انت يعني كوز. نقوله كده. طب كنت في نماريخ. ما عاين ولين في الوقت داكن احنا كنا بنعاين. ما كنا دايرين. يعني يعني مش ما كان بيستهويني بيث العرس لكن. درسنا موسيقى دي يعني ها وطا افتر. دان نعم شنو بعد داك. فما كل الناس كانوا متبقين في الموضوع دا لكن. حين كنا اجماعة اصدقاء. اجماعة دان نعم شنو. يعني. زلوا يقرى موسيقى دا عشان بعشوه يمشي بيت حالفنين عشان انتظر بيت العرس. فلا انا عرز عشان امشي اغني. بيت العرس والله حيكون اننا مشروع حقه ان احنا حقه نعاين في الناعمل. كان في قدامني. كان في دول اسمه وابكر صديق دكتور وابكر داود ممتاز جدا من الناس اللي قالوا تأليف موسيقى وعازف كالي كلارنيت. ونحن طلبة. قال انا عندهم اجمعات اعمال دايرة يعني. تتغلى هنا جماعي. فبدينا ممكن احنا زهاء الخمسة وعشرين طالب وطالبة. مم. بدأ يجمعنا ونبعد في قاعات المحة ذاتها وبعد انتهى اليوم الدراسي. يجيب العازفين ونبعدنا يعزفون هنا ويحفظنا الالحان. فما كان عندنا اسم ما كان عندنا اي. لحد ما العمالنا بقت زي تماني اعمال حفظناها خلاص. العمال دي كان فيها آآ. تشابه لحد كبير خريطة عقد الجلات يعني. لحد كبير. يعني كان فيها غنينة فيها امة للمجد لادرس جمعها. وكان فيها غنيت زمن الربيح حلة لدي اغنية حقيبة. وكان فيها مدحة لختمية بتاعة صلاة الله في سر وجهر يليق دامها لناها محمد منير. لكن خشت في هذه غنيتين كده واحد اسمها اقبل على دربنا. ايو اقبل على دربنا. اقبل على دربنا. فدي شكلها كانت. نحن ما كواختين ما عملنا فوكس على الكلام يعني. قدري ما اقول والله. الحلقة دي سجلت يعني اتجم معنا وقعدت نفع شوية لما العمالنا وقلت لك بيقيت موهلة لاننا ممكن نعمل بها حلقة. بكرة اتجم معنا قال نسمي الفرقة دي شنو. واشن جاتنا اتصال من التلفزيون لاننا عمل لينا حلقة. كان في اسمين الغريبة اللي اسمين تابعوا الاتياهل السامي اللي قدامه. الشروك قال يسمى الشروك. وفي الناس قال يسموها نماريق. ففاز اسمنا. اتسمت الشروك لسبوعين كده بعد ذلك فاز اسمنا نماريق. سجلنا الحلقة تلفزيوني لنماريق دي. ولما تقدمت الحلقة تقدمت كلها بشكل جيد جدا. كلنا قلنا سجلناه. لكن بعد الثاني يوميا بني نسمع بس اقبل العذربي اللي. ولدك كله ثاني. ولدك كله لبد في تزل. راجع ابو ثاني. بعد شوية ظهروا في المجموعة التالي نماريق دي. ظهروا داعمين يعني يعني شيخ فلان هو الحديد. الكلام ده كان سنة كم بتحديدك؟ عرب سنة اربعة وتمانين. اه. دعم دعم من فلان الفلاني يعني ناس معروفين باتجاهاته الاسلامية. الاسلامية كده. بعد شوية تفكير في غيام منظمة لنا ماريق. ومنظمة تعطي عنا بالفنون. يكون فيها مسرح. بعد شوية جو فيها الناس الكل من ولاتهم. اسلامية. اسلامية. نحن ينوبنا من الحلقة دي. وعرضين بعد الحلقة. واحد في قصر الشباب. واحد في بحري. ما غنينا اعتزلنا. واعتزلنا الفرقة انا وعمر بنقى وحمز سليمان ومحمد يعقوب. وهي استمرت بعضكم? استمرت بعضنا جفاء جيل تاني جا فيها ناس النور. نور حسان. جا فيها استمرت بالتجاه الاسلامي. استمرت بقى عندها لون وطعم واتجاه الاسلامي عندها دار في موردة. لكن طبعا هي المحرك لها الاغنية اللي قنيتوها في التلفزيون. فلكن استهلكوا الشعار بتاع اقبل على دربنا. لحدنا بقى لنا زي ووصم الغلعار نحنا كفنانين تقدمين اللي قدام جينا قاعدنا في الكتابي لادي. دام دين؟ كنت بوريك انه نحنا منهجنا واحد حتى نغني. غني غنى هنا جماعة غني غني علاقة بالوجدان السوداني. غني يخدم الانسان السوداني ولا يخدم قضية فكرية محددة ولا يخدم لنا. طبع سياسي ولا نحنا بوق سياسي. الفنان فوق الموضوع فنان دة فنان السودان ده كلaton بكل سياسي إنو. في الفنان هو جامع كل الاختلافات دي والخلافات دي لأنه وسيلة وسيلة وجدانية جميل يعني أنا منشورك ده ممكن أقرأه وممكن أشرطه ممكن أشرطه صحيح لكن الحاسم أغنياتكم الغنياتية الأولى ده خلاص بيقد ماشى فيكم فترة طويلة فأقولتك في بيقدت علينا وبال هذا فيما يخصنا مالك يمكن ما يستمرين فيها عمرنا فيها لا يتم الأربع أشهر من أسماء البارزة كده كانت معكم كان معكم عثمان في المالك لا في المالك من أجد جلاد اللي قدامش أنا أجد أنا وعمر برنقا وحمز سليمان لكن هي مجد فيها دكتور كمال يوسي فيها صابر سعيد عازفة أكستفون فاصل مجموعة من على الدين عبد العاطي مجموعة من الدكاترة بتاع الموسيغة حاليين ومجموعة من العازفين والممتازين والعازفات والمغنيين والمغنيات واحد من الناس الهسي اللي بيشكلوا العصب للكورال محدى الموسيغة دكتور النور النور حسن ده واحد من طلابين الدرسة الحدي ثالثة هو كم دخل رجل نمارق نحن لأنه حسن ما دارنا نخدم لنا نتجاه فكري محدد قعدنا وقدمنا استغالاتنا من نمارق وبقينا منتظرين فرج ربنا أنه نحن ندارينا على مشروع طيب بعد ذلك جات البزرة الحميدة والجميلة جدا جدا اللي هي اللي بيتمثل واحدة من تراثنا وثقافاتنا الكبيرة عقد الجلاد الجلاد طبعا هو عطر السوداني أصيل وإنما يكون العقد معطر بهذا العطر يعني أكيد تفوح رايحة الأغنيات الجميلة واضطربة الأصيل والمتعة الكبيرة لعقد الجلاد أدينا كده بداية 84 وتأسيسكم يا أخ برحاج شكرا جزيلا لأنك بيجيبهم صلاحة السمعة يا أخ بزرة حميدة دي يعني أسرقة منك لأنه كثير جدا من المقدمين والمذيعين قاعدين يكونوا يعني أزيلتهم أزيلة فريمية كده يعني في فريم كده عمل لهم يعني إحنا مرة غنينا بمصاحبه مع واحد من مغنينا السودانيين الجيدين أستاذنا يصنى الموصل بعد 20 سنة غياب جي السودان فعشان يعني يقابل الجمهور السوداني ونقول لهم 20 سنة دي فيه ناس يتولدوا ومروا 20 سنة ما شاهده يصنى الموصل عشان يشوفوه فعملنا معه بحلقة نحن عكي دجالات مش سبورتنج يعني لكن دي وفاء مننا اللي واحد من أستاذتنا عنه وقدمونا في غنات أني أنا حقول الكلام ذا رسمي عشان الموضوع ذا في غنات أني الأزرق مذيع ومذيعة غني أنا مع السادس يوسف والشيء نحن بيغني وغناه نحن نعملوه خلفيات وكذا والحلقة انتهت لك هذه حلقة لايف وبعدها الحلقة الموزعة قالت نشكره السادس يوسف ونشكره عكي دجالات ونشكره فرغة المصاحبة دي دي أنا فتكر دوارسة لها حاجات وشكره على البجرة الحميدة قديناك من 84 وتأسيسكم لأدنى الجلادة الجميلة نحن عجرنا نحن نحن نجموعة أصدقاء أنا صدقت عثمان نودا هو كان في الدفاع القبالة في المعينة قبل سنتين وعوض الله بشير قدامه بسنة عثمان نودا هو واحد من الناس المهمومين جدا بالتأليف الموسيقي هو درس تأليف موسيقي جميل وعازف ماهر للبس جثار ونحن طلبة قدم الأمونا بسحاج أحمد للمرحومة القدال بطلاب واحد الموسيقى والمسرح وكان الصوليست الرئيسين فيها المرحومة عبد المعينة الخالدي والأستاذ علي السيقيد نحن كلنا نفاق ديالاتنا كنا كورس دل كانوا الناس دل نجوم الغناء الأغناء ديال مسجلة في تلفزيون السودان 84-85 نحن كنا كورس فيه الخالدي كان فيها دجيرات ما كان فيها دجيرات ديال كانت أغناء تجربية لعثمان ايوه اوكي لكن نحن نقول لك بحابين يعني موضوع الغناء أغناء الجماعية وانا شخصية على المستوى الشخصي أرجع لك للعيب المفرض أجيب لأبوي ديك أفرض أشتغل غناء جاد في حياة معون كده نظيف وعادة هنا ديك وصية في الزمة مجكلة قاعدة هنا فأي حتة جادة كده أنا بحاول أمشي فيها لكن يعني ربنا تسخر أنه ألقى عثمان ألقى عوض الله عثمان دي عنده من الناس اللي عندهم ميز جميل يجب أن نزول باله طويل عثمان دي كان بيجي وتلبط يسمعنانا في التمارين بتمرن يعني صاحبنا أنا كل ما سأقول أنا عثمان دي صاحبته صاحبته كفين بجل رحوي أنه كان بيجي يغريني بالغنى يعني عنده كل سجيتار يشال وقال إخ تعالنا كذلك عندلك حياة تعال اسمعه أنا أول ما حفظني كل الخير وأول ما حفظني مشاور المحبة وسجلتم في تلوستدان قبل عقدة جلات في برنامج اسم شرف الكلام كان بقدم أستاذنا حاجم صديق يا سلام يا أستاذ نوري أخي جميلة كل الخير إيه هذه غنية غنية حبيبة جدا يا حريك الله بس خلينا كي يدينا منا حاجة أشبال بعدين نشوف بعدها انت عملت شنو في أيضا الجلات عرفتك وكنت زي شفتك قبل ألقاك قبل ألقاك وزي إنيك بتمبعي من فرح جواي فرح جواي وتنسح عن رؤايا الضيم وتضحكي للزمان الجاي تضحكي للزمان الجاي وتتفجر مسامك ضي مع الصبح الغشان شوي الصبح الغشان شوي كأني معاك كائن حي وكن نصفاك كأن الحل لأنك عندي كل الخير وجيهك فرحة الدنيا ودواخلك زي شعاع النور يا سلام يا أخدي غنيت عمل فردي انت في بداياتك غنيتك في التلفزيون كعمل فردي في عكدجالات غنيت فيها الصول الرئيسي طيب الغدجالات استمرت بأسماء كبيرة بقيادة أستاذنا الفخيم عثمان النو ربنا يديه الصحة والعافة إن شاء الله استمرت أخدجالات لفترة طويلة من الزمان أنور كان عنده فيها بصمة موجودة وأكيد أخدجالات واحدة من الأشياء المميزة والانت بتحبها جدا جدا في حياتك ومعها تتخلى عنها إطلاقا يا ريت الدينة يعني نتكلم شوية عن مشاركة أنور في مسيرة عكدجالات لحد ما مادر أقول إن قطعت لك لحد ما سرقتك الهجرة في مصطلح حسي قالوا لي يعني الفاتد دي يعني شوية كان كان هو سمح لكن بيقى بايخ يقول يعني يقول لك الحياة طلعت من الرحم كده يعني لكن أكدجالات ده مولود مولود جماعي نحن ما قاعدنا نحب فيه التمييز نقول ده فلان وده فلان يعني إذا تميزتها وصفت ربنا كده إداك لها دي حقت الشارع يقول لك الشارع لكن نحن نحن جوه يعني دبنا جماعة في يعني نحن نقوله حتى على مستوى الأجور يعني بيجي جلاد الليلة والمؤسس المؤسسين عثمان وانور وعوظ الله وشمت يعني ذلك بناخد أجر يعني لما يجي زول هسي نيو كمر دي عكدجالات دي الحواب الساعة للعروضة ناخدها زي وزينا مارسنا اشتراكية ومحبة داخل عكدجالات دي عشان كده بيجينا يعني حتى زول فينا في الشارع بيقول لك دبت عكدجالات دي يقولوا أنور عبد الرحمن فبقية عكدجالات بالنسبة لنا صبغة ولون ولون يعني أنا حازر الكلمة حميد منك لون حميد يعني زي النبي وكلنا التأسيس ما كان ما كان بالسهولة ولا كان يعني أنا لو قلت لك نحنا بدينا في عكدجالات دي ونعمل في المشروع ده بديناه بسمي النارات بديناه بندوات بديناه بأنه نقول لشارقاوي يا خمشي جيب لنا حاجة عن غنى الشرك سبوع جادة لك نقعد نقعد كده في محامرة تعملون لش؟ اه سمي النار تقول لنا شارق دفون ماضغونة كده وآلات وكده ومغنين وكده واتجيب لنا الموزجة ما سمعت تقول لنا انت يرسل لنا مرضي يقول لي اخي مشي البطانة يخي شوف ان الدوبيت دي فيه كمنوع ما مشيت البطانة امشي المكتبات دي يشوف الكلام اللي كتب عن الحقيبة وعن الغنى القديم يعني احنا عندنا تراث جيد جدا فيه جزء كبير شباهي لكن فيه جزء ما 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 يترتب بس يعني في جزء تكتب ما يترتب يعني الازاعة ما عنده علاقة بالأفرويشن ما عنده علاقة بالمتحف الغوية المتحف الغوية ما عنده علاقة بمركز دراسة فالكور مركز دراسة فالكور ما عنده علاقة بفرغة فنون كوردوفان ما عندنا المخطط الصغافي اللي بيجمعنا يعني السودان ما فيه ما فيه مسارح المسارح دي مسارح دي ام الفنون بتجمع كلنا في المسرح دا التشكيليين والموسيغيين والممثلين والدراميين كلنا بيكون المسرح دا بوتغة الفنون السودان لا يوجد مسارح لن يجمع الناس يعني نتكلم كلنا عن السودان من حلبة لين ايمولي ومن وين لي وين عندنا مسرح مغطى واحد بس كل مسارح على الباقيات الصيفية او دكة كده بس معمولة لكن مواصفات مسرح عنده عنده معه معه حاجاته يعني معه مكتبته معه إضاءته معه أجهزة الصوته معه دريسينج روم حقه معه الميكاب رومس حقه معه الرئيسر حقه ما عندنا كلام سيد الحل المسرح الواحد المغطى ده لمسرح حكومي من الصعوبة طبعا الحكومة حكومة مش من الصعوبة ليه الليلة ولا يباكر ما لم نحسن ندارة حياتنا يعني انت تكون داخل تصديق انك تغني اليوم في المسرح مثلا قاعة الصداقة في العقد المكتوب تحت يحق الجهة لديك التصديق ده إلغاء الحفلة متى ما رأت ذلك؟ دي حاجة مكتوبة في العقد يعني متى ما رأت متى ما رأت يمكن زهج منك ما اديك التصديق ده فما في حركة تنو ممكن يجي واحد قاعد عنده مشكلة موسمة انه يقول له خلاص ما في أخذ الجلد اليوم بتحصله حصلت حصلت لغاءات كثيرة اللي حفلت أخذ الجلد نحن حقه نكمل لك ونجي لك كابوقي بتاع الحكومة نكمل لك بعدين نجيك للمسألة بتاعتها بيدر في أخذ الجلد خلاص بيقيت مسكت الدريب الصحول على أخذ الجلد العمل الشعبية كبيرة أكيد عندك فيها كان إسهامات كثيرة برغم انه انت نسبت لي العمل اللي انه ده عمل جماعي وكده لكن برضو أنور في اللحظة حاليا هنتكلم عن شخصية أنور وإسهامات في أخذ الجلد طيب حلما حفلنا طليق ثاني بانه يعني نحن بنشتغل شغل جماعي شغل جماعي أي واحد كان عنده عنده دور يعني يعني في زول يكون مثلا شاطر في الموضوع العلاقات العامة في زول شاطر إداريا في زول شاطر فنيا في زول شاطر يعني تنظيميا كده تسويق كده يعني حاولنا نستفيد من كل الزول في مغدراته الزهنية والفكرية يعني أنا ساعدني شغلي في محاد الموسيقى إنه استغلت مساعدة تدريس فكنت أقرب لإنه كون الكشيف بتاع المغنيين يعني إذا حكيت في حوجة لمغنية أو مغنية رحيت البحث عن صوت جديد أو كده مشكة بتوكل لي بس لكن كنت واحد من الناس اللي يساهمه في الاختيار وكده ساعدني في ذلك برضو نحنا استغلنا في مع مجاميع في الكورالات بعت الجامعات والمعاهد العليا أنا زاكعا أنا استغلت معه كورالطيب وصيد الله استغلت معه كورالاختصاط كذلك بعثمان النو وده واحد من أسباب اللي خليتنا نختار دكتور مان محمد بدر الدين عوض لأنه كانت واحد من الناس المميزين في كورالة كورالة الصيدلة وكورالة الصيدلة اللي كانت فيها ناس ممتازين فيها الفنان أحمد منسر السراج الرجل الذي أخذوه الفن من الطبيب ومن الصيدلة يعني ف الرحلة بتاعة الكشيفين دي يعني أنا كنت واحد من الناس اللي يساهموا فيها لأنه ناشط في العمل خارج خارج دجالات في بعض الكورالات المجامعة الغنائية للمؤسسات التعليمية دي ومدرس في الكلية كان بقعب إداري كبير جدا نحن كمان في السودان ما لقينا موروس حق إدارة فنون يعني نحن علينا إنه نحن نبدع ونغني وندير نفسنا لأنه نحن نحن ما نجل من فراغ لكن الفراغ اللي قناه هو الفراغ الإداري والفراغ التنظيمي يعني يعني هل تعلم إنه عقد الجلال دي ما مسجلة في التحاد الفنانين لأن التحاد الفنانين ما بعترب عضي الجماعات يعني إذا عندك فرغة يتسجل نفسك عثمان عثمان نودة يسجل براه يكتسب عضوية إنه عازف بيز أنور عبد الرحمن يمشي يسجل يكتسب عضويته كعازف أنت المغنيين يسجلوك كفراد تكتسب العرضية أنت كفرد لكن ما في عضوية للجماعات الموسيقية جاءت الحاجة لأنه الناس يعملوا إتحاد الفراغ والجماعات الموسيقية يتجلوك كفرد فراغ 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 نحن كامل نسبة لنا مهم جدا أنه البزر البزرناء بتاع العقدة الجلادي تستمر تبقى كفرقة وكفكرة نحن عارفين أنه عمر الفنان يعني في النهاية حيكون محدود بسنية عطاءه وصحته تقليبها للشركة؟ نحن لم نقلبها لشركة نحن حاولنا نطور الشكل الفراغ لأننا نحميها أولا أولا نحمي اسمنا الاسم ده صنيعة بتاع العقدة الجلادي أولا نرجع للموضوع اسم عقدة الجلادي لأنه الاسم لديه علاقة بتاريخ السودان يعني اختيارنا الاسم ده نحن قرينا له يعني ذاكرناه وشاورنا فيه الناس يعني واحد من الاثنين من الجهابزة اللغة العربية والتراث السوداني في السودان المرحومة الطي محمد طي والمرحومة أولا الشريف قاسم أولا الشريف قاسم وأهدانا لطبقة الضيفالة في أنه معرفها جلادي نحن اخترنا كمية من الأسماء هل تعلم أنه عقد يلادي؟ قبل ما تكون عقد يلادي أشتغلت زي اسبوعين باسم اسمه أثرويج وأثرويج وأثرويج ده القطية ترسى الشلوك وعندها قصة طويلة كده وفي النهاية تيمنا بينهم لكن ما زمن طويل؟ شهر شهرين لا أسعبين فلقياه نفسنا بنشرح كل ما أنا معناته شنو معنات القطية أثرويج هي قطية قصة الشلوك وهكذا صح ثقافيا وأدبيا وعلميا مهمة أنه نتعرف على الشلوك هذه القطية بحرقها لشنو يعني يعني بعد ينصبوا الرأس ده يعني تيمنا بينه ما يزول بعديو قريب يعني إن شاء الله ما نعمل قطية ثانية يعني طول العمر لك يا شيخنا فدار كلام فيه أنه مع الموضوع هذا صعب حقه نشوفنا أن ياسم يقبل في الأوساط كلها ويكون يعني حتى بعد الشرق رأي جلاد جلاد الجلاد حتى كان معها جلاد ومذكرون في استعملت صفاحة ظباط ما أحضر ' بح overlookه عط psychiatrist المحلب الضفرة القرفة الغرنجال وuk Yang ما يسمى الخلطة دي كلها مع القطعة الجلد دي بتخطى في الحق وتتعطى وتتعبق فترة من الزمان ده في عدم وجود العطور انا زاك فكانت لما يفتح الحق ده الحتة كلها بتكون تفوق لانه ده دي عطور عجيبة جدا المحظوظة من العروسات هي اللي بيكون عندها عقد من اكتر من حبة لانه يكون كبضون اكتر من كازخلة يعني كازخلة ده صعب جدا انه اصطياض يعني فلما يكون في عقد بتاع جلد من كون من اكتر من حبتين ثلاثة ويلبسون العروس في جيدا وتجي خاشة دارة الحفلة فعطرها بيفوح في اسمه عطر الجلد فمجازا تتسمح نجاتي عن العقد الذي يفوح عطره عطره النقطة وهكي تفاحة عطور 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 هو عطر سوداني احنا كنا نتمنى ان يفوح اكتر لكن استضم او صادم انا سأخش بالنقطة لان دارة اخش فيها دي عبا طيب هو طبعا انا هاجيك في النقطة دي نقطة جميلة ومهم جدا جدا اكتر جلد فرقة صنفت في وقت من الوقات وحوربت بشكل كبير جدا جدا في عادة الانغاز وانتوا كنتوا موجودين على في وقت الحربة للطاحنة بينكم وبين الحكومة الغيت حفلات ووقفت عقدة جلد كازت ان تتفرتك العقدة الفريدة طبعا صادمت مع ان احنا تدشيرنا للعقدة الجلد كان في نوفمبر تمانية وتمانين يعني كنا في ظل عهدي يا ذوي بك تنسمنا الدماغراطية وفي العهد الدماغراطي اذا نحنا قلنا كل الكلام الغازيتة اذا نقولها والمنافسة حقنا بتاع عقدة جلد فيهو لا درهادر لا عساكر وفيهو لا تحلم بعالم سعيد لكن فيهو اعتراف تاني بمكوناتنا فيهو فنين جبنة بين شمال وفيهو ما ضهبت اقول لقيتك فيهو لا تحلم بعالم سعيد فيهو يا ليلة ليلك جنة فيهو كل الخير فيهو مشاور المحبة فيهو الخريطة الوجدانية السودانية دي نحنا عندنا هم انه دارين نطور الموسيقى السودانية ودارين نقول للناس جماعة نحنا عندنا خصيصة اسمها الغناء الجماعي السوداني ده ونحنا شعب اساسا مكون تكوين جماعي وجمعي ونحن شعب مجتمعي جداً واجتماعي جداً نحنا هاسي فيه اكلنا عندنا صينية العالم نقول له شائل صحنوا وحيختوا وسكنوا نحنا بخط الصينة كلنا نغتس يدنا دي في صحن واحد نحنا بيت البكا السوداني بيت العريس السوداني بيت المناسبة السودانية عموما بيت النافيرة السوداني عندنا يا ابو مروة زن بي كوريك رو 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 التي طالعها بس على الشيء الصودة. فزعت. نحن شعب المزألة الجمعية دي فيه وفي سغرات ومتجزة وموجودة فيه يعني. فعندنا هم نحن يعني وهم تاني حق تطوير الموسيقى وتنظيفها من الشوائب. وحنساهم نحن معها باغرة لكن نحن بس قدر البنساهم بيودا بنبتكرنا الصحيح. آآ لنقول لنا سيماعة اهو ذي. دي بضاعاتنا. شوفوها. في زول تاني كان بيعلن بعين تانية. البضاعة من وراء قبائل اخرى. يعني نحن طول اللي انغاز لما رب الله فارتقوا منه وشنا. نحن مصنفين انه قبائل يسار. يعني انا لو قلت لك انه جملة الاعتغالات تمت العقدة. التصنيف طبعا جميلة في الوحدة الكبيرة الموجودة لعقدة الجلاد واللغميات والشعرك عملت معاهم. يعني ليه ليه عقبني بجريت انتماء الشاعر. انا عندي انا المسج الداري والصلى الشاعر ده هي مسج اجتماعية وقيمة جمالية. يعني في يوم من الايام كتبونا تعهد انه ما نغني يديننا للبلد. يديننا يا ولد دي قال فيها بننبس فيها حتى امريكا ما نقول عشان تشيل امريكا دينها دي. وكان الحكم صليح دي. لما راسهم جوب عملها شعار لا نسلي نغاز. لكن في يوم من الايام نحنا على مدى سنوات بنكتب تعهد ان الغنيات في الحفلات الحية ما تغنى. احنا وصلنا مرحلة بتاعة الايقاف بتاع الحفلات عدم التصديق لمن غير اسباب كتاب التعهد لعدم غناء بعض الاغنيات في الحفلات اللايف. بعد ذلك المرحلة لما اشتده يعني الموضوع الدرج من الخطوات البسيطة دي الى الخطوات بتاعة الاعتقال والايقاف والمنع من السبر. انا وقلت لك الفترة من هم كشروا عن انيابهم للمجتمع ووقت بعد سياسة التمكين بدعو البرنامج العملوذية. وعندهم حاجتين ما يقدروا عليهم. لهم انه يمكنوا والمشروع المشروع الحضاري. الحضاري دي انا ما معروف حاجة هلامية كده. لكن نحن كان بالنسبة لنا مشروع نحن عندنا مشروع حضاري بنعمل فيه. مشروع حضاري سوداني موتم بالانسانات السوداني بالفن السوداني بالغناء الجماعي السوداني. ودارينه يقول للعالم برا نحنا يا جماعة نحنا شعب جميل عندنا انماط تضغونا سمحة وجميلة ما مسموعة لانه الالياتنا الاعلامية قاعدة تكررين في تصع علينا جرة في الفنية في السودان. ما ما تفتحت على الثقافة التانية. يعني اه نحن كنا بنسمع اغاني حايزمة ربعة السودان بنسمعون يعني بنسمع ناس من الشرق ومن الغرب وكده من الاطرافة السودانية مرة في الاسبوع. بقى الاسبوع كله بس لا من فينا الناس الفنصدر. المشروع هذا حورب لانه نحنا ما منتمين لون. ولانه نحنا ما مشاركين معهم. ونحمد الله انه طوال فترة احتفالاتهم بعيادهم بتاعت الانغاز على مدى سبعة تاشر سنة. نحنا لم نشارك الانغاز قد في واحد من احتفالاته ولا تمجيد ما عملته فينا في السودان ده. فانه ابتكر انه انت جاء تخدم برنامي في سوداني ما دارك زولي شكرك. طلحت لخدمة عامة دي ختمنا يعني. ما دي تكبر كومك بانه انا جبت عقد دجلات وانا سويت معاي وانا. احنا حد ما يسمى باستدمروي دي ما مش انا شاركنا. احنا بنتصيد احتفالات من دي بنجل عضويتنا في الوقت ده. فلما انت قدمينا دعوات احتزل بانه. يعني اختراقوا هذه دجلات. كذب يعني بكل صراحة كل امانة. انا ما هي موضوع ما صراحة ولا امانة. موضوع موضوع ما اختراق الموضوع بانه هي دي دولة كانت. دي دولة فرتقت مؤسسات فيها مئات الالاف من الناس. مؤسسة هذه مؤسسة الجيش السوداني. مؤسسة هذه الخدمة الوطنية المدنية السودانية. دي فيها ملايين السودانيين من معلمين ونقابات وطبة وكل اطياف المجتمع دي. لموا فيها فما بالك بفرقة فيها. موسيقية. موسيقية. فخمسة ناس بلدرز يعني مؤسسيننا خمسة اولاد. خمسة اشخاص. خمسة اشخاص. زاتهم عندهم همومون عندهم حاجاتهم عندهم بيوتهم عندهم وكل عيش مدار يعملوا يعني. يعني لما وصلت لمرحلة. انا قبل اكتر اذكر لك انه الفترة ما تكشروا النيابي من واحد ازعين. انا هاجرت سبعة ازعين. اه من واحد ازعين حد سبعة ازعين هاجرتها. جملة الاعتغالات. انا واحد اتكلم عن وقيف وانا اتكلم عن اه مصادرة شنو شنو وو. لعضاء الفرقة الاعتغالات. اعتغالات. اعتغالات عديل اعضاء مجموعة اكتلات. يا اختيروا منكم اربعة يا خمسة يا كلنا. الاعتغالات جملة من واحد من يونيو واحد تسعين لحد سبعة وتسعين اه سبتمبر. حداشر اعتغال. اعتغالات في الخرطوم في مدني في المناقل. بعد الحبل وقباشرة مجدد. في اللويت في حملة الشيخ في بورسودان ومن مطار الخرطوم. ده بجانب الاستدعاءات اليومية الثقيلة المملة. الما عندها اي معنى. اللي هي تمشي تجيب لك ورقة استدعاء انك تي الامن والمخابرات البكرة. تي تقعد من الساعة ثمانية صباحة الساعة ستميسة يجي واحد وقول لك انت قاعد هنا مالك قوم تعال بكرة. كمية من العبس. ده كله كان يعني عشان يكسروا شوكة. وده يعني بموراك في منو في شنو. لكن احنا كنا كنا أقوية لكن كنا مؤمنين بفكرتنا. تصديتوا لريح. بعدها نحن نغني لأي يعني. ما بنعمل حاجة ما في الضو. نحن عشان نغني من أستاذة من السلطة. نحن أفتكرين السلطة دي كان واعية في يوم من الآيام درنا حوار نحن مع مع ناس في وزارة الثقافة والإعلام. نحن كنا أقول أسماوهم. درنا بعد أول اعتقال لينا داروا معنا حوار أمين حسن عمر المحبوب عبد السلام. وذلك كانوا مسؤولين واحد الأمين العام لوزارة الثقافة. الثاني كانوا مسؤولين الإعلام الخاري. كانوا داروا يدير معنا حوار حوالينا. يا جماعة نحن هم بيفتكروا انهم يعني ناس الأمنة ما شاوروهم. يعني كانوا مفروض يعني زي دار يحتزورين عن اعتقالنا وكده. فهي قلنا له يا معنا نحن ما أساسا ما زرع لي وزارة الثقافة دي أصل. نحن زرع الثقافة لشعب السودان هذا. انتوا عليكم تنظيم المهنة بتاعة الثقافة والفنون دي في السودان وتسهلوا علينا يعني. نحن قاعدة نغني في الضو. نحن قاعدة نغني عشان ننفذ لو الحكومة دي فيها وعي وفازل قاعد يخطط. ننفذ الشعب السوداني. غير التنفيذ نحن بنعفذ برامج حق الحكومة. يا اخ انا ما مفرض احفر بير. البير دي وزارة الري وزارة وزارة الشهور الاجتماعية. انا مفرض اوصل الكهرباء ديها. عقد يلا بتغني لبعض اريافة السودان عشان ننقلهم الموية. عقد يلاد مساهمة من اوائل الفنانين الساهموا في محارب لفطل. يفعلوا ذول الفنان في خدمة قضايا المجتمع. انه نحن شركاء الليل الليلة لمحاربة مرض الفشل الكلوي. عمل مجتمع كبير ده. لا لا وبعدنا السنة الحميدة نحن آآ سنينا ديها. بونا نجو كمية من الناس اللي بدوا يعملوا. بفنانين بدوا عشان. في ناس اللي بتسخدمها للظهور. لكن في ناس فعلا بدوا يعني يعني لحد دي المجموعة بتاع الشرح حوادث الشغال هاسو الفنان الاخير دي. وفي فنانين كثيرين جدا بدوا يعملوا حفلات لدعم آآ آآ لمحاربة الامراض. نحن دا مش دي شراكة بينا وبين آآ آآ ناس الكلة في في المصيفة خرطوم القديم وفي احمد قاسم وفي ابن سينا. آآ. وصلت مرحلة الى عملنا آآ رحلات خارجية باسم لدعم محاربة مرض الفشل الكلوي في السودان. ولا زلنا لحد الليلة نحن داعمين ومحاربين لمساعدة المرض. نحن من اوائل الناس بنأسس لمكتبات في المدارس وفي الاندية السودانية الثقافية. انه يماعة في اجيال قامت ما لقت كتاب في المدينة ولا لقت مكتبة في المدينة ولا لقت نادي ثقافي. الاحيادة تم. نحن عملنا مبادرة زي دي في المناقل تم اعتقالنا من المحافظ وقتها نزاك. اسمها عبدالل النحيلة. اعتقلنا هل تعلم من المحافظة بعد سبعين اتهم باختلاص قبضات الحكومة زيادة. يعني انا افتكر انه الانظمة الديكتاتورية دي ونظام النغاز تحديدا. اضر السودان في انه في كم بزرة حميدة كان مفروض تنبت شجر جميل ومسمر في السودان. ما عقدة جلاد بس. عقدة الجلاد. اه بعض النغابات الجيدة. المؤسسات تعليمية الحرة الممكن ته. اه الدراما المسرحة. يا كثيرة كان. يعني وقفوا كمية من المسرحيات. وقفوا كمية. وقفوا كمية من البرامج حتى المسجلة يعني. يخفي قصة مشهورة جدا بتاعة مدير التلفزيون طيب مصطفى ده. جاب له فيلم كارتون فيه نعامة. فظن النعامة قطعت رأسه في الرملة كده. وعملت حركة بمؤخرته في الصلوبة كده. فقال دي التصوير غرائز. ياخد كلام غريب يدنا يا ما طلعون يرجعون لمرحلة الحيوانية دي يا ده زي برضو في غناءنا. نحن في جريدة بتاع الطلاب الطلاب السودانيين يعني بتاعة الكازان دي. كفرتنا. كفرتنا بواحد من اغانية. من اغانينا انه نحن بنقول مصلبة البنايات. التفسير يصل لدرية. وزخ. تفسير وزخ يعني. يعني. بالمصطلح. يعني. يعني. ما استكد تعمل اي حاجة تعمل اي حي سياعة تعمل اي اخ. ياخد ما معكسوط كده ياخد كلام دي اخد. مدبح حرف اللغة العربية عشان يعرفوا المقصوط. يعني الحاجة دي ماتت متسوى من صياغة يعني. الحاجة دي مات عملت في قصيدة كاملة سيما بين امونا حي يحمد الخليفة ياخد. بس انت مسكت مصلبة البنايات دي. لكن لي ما مسكت لهر عفين الشينني لي ما مسكت يا دياري الوين ني. لي ما مسكت سنة بالعشر بل القبضة بنت قلندة ع مجاعة الف Eng ed ستة الفين وستة الف Crater親 وستة. يعني ليه بس مسكت في صلب دا. الصلب اللي قم لك في رأسك يا غما اقول لي غري%. انحنا ناس كلوهم شاهلين شهواتهم في في عيونهم يعني. دي لي كانوا بحكوموا فينا. دي اللي كانوا بسيروا بسيروا ناس الامن بسيروا حفيزتهم تجاه المغنيين وتجاهلن. الفنانين الحرموا الشعب السوداني من انه نفعل دورنا اكبر نحنا في فترة الانغازي قلعنا فرص كثير جدا مباشرة انه نطلع بر السودان وكنا بنطلع وبنجي راجعين لانه نحنا زي البتيخ دي عرقنا بنقوم هنا نحنا يعني مليحنا ومويتنا بنتغزبية دي عرق البتيخة السوداني ده نحنا ما ما حصلت هنينة برحلة خارجية لانه بنرفض مثلا نمشي نقابل سفير او نتودد لسفير او 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 كده فطوالي كانوا نحنا يعني بيجي بعد اي رحلة ناجحة بيجيوا حققوا معنا حقق معنا بعد مهرجان بابل جينا من عراق تحقق معنا بعد جينا من مهرجان ماحد العالم عرفي باريس يتحقق وصلت مرحة من الوقاحة انه يجونا في مكتبنا يعني نسموه يديروا معنا حوار يعني بعد ثاني يعني لا تشموها قدحة نجيبكم الامن عشان ندبوطكم يتكلم عنكم لا نجيكم في حتتكم دي ندير معكم حوار عشان انت مهنة تقول تطلع قوار تقول اي سأمني ليلة جينا معنا انت وطلعت القوالة نوع من الوساخة الفكرية والتفاهة في حاجة ثانية بتعاون مع الفنانين يعني ويكا انهم ناس فاغ التربوي ولا ما بيعرفوا يعني بعدم يعني بدعاون معنا بآلية حقتها يعني احنا سعالك الفنانين اللي انت بتكلم عنهم ديل فنانين درسوا جامعات وقروا وتسقفوا وجاي من الاسر جيدة وعموا الحياة كويسة المجتمع ذاته ادهم صيغة في نفسه ونعملوا حياة يعني احنا قاعدين خط المجتمع ده قدامنا بكل الوان طيفه ده بنحت يعني لو عندنا زلة نفسية بنمشي نعملها بعيد كده لكن قدام مجتمع ده احنا ناس فضلة لان المجتمع ده مجتمع فاضل ومجتمع كريم ومجتمع جميل عمنا بأبشع ما يقول انا لأول مرة يقول الكلام ده يعني لانه يعني السماحة والتسامح ده كثير خلاص يعني لازول اهانك ودقاك وشاكلاك وحرماك ووقفك وقطع مشروعك هو المشروع انقطع لكن يعني انا واحد منها توقفت المشروع انا سعيد انه الفكرة استمرت انا انقطع بالنسبة لك انت انقطع يعني على سبيل الممارسة لكن يعني كنت بشرك يعني في كل الافكار في كل الحاجات في كل الحاجات القاعدة تتم العضوية قاعدة تجي اذا ما شاورني فيها يعني بيطلعوني عليها فكنت سعيد بالتواصلة وما مقدر ما اتواصل عن ذاتي يعني ما لانه ما متخيل نفسي اه يعني اكون بعيد من الغنى وطاردني شبه عدد الجلاد ده في هجرة استمرت كونتينيوز لكده خمس سنوات انا ما جيت من السودان يعني الخمس سنوات دي الجلاد طلعت فيها جو فيها جيل جديد طلعوا فيها البم عملوا فيها حلقات تلفزيونية يعني بقدر كنت حاب بالحقيق دي مقدر ما كنت بتمنى انه اكون وسط الناس ده فده لما انا جيت رجحت الفين وثلاثة السودان يعني يمكن تاني يوم انا شدت مسرعة كده جلت يا سلام ده الشوق طبعاً مظنيت معهم في كازونين الازرق اه وده كان بعديه بسنة انه انا شدت الرحال قفلت الصفحة بتاعة بديلة الى حين ما يسر يا انا جاي اتجلد مرة اخرى جلت يعني اتوشح بالجلاد اتوشح بالجلاد وقد كان الا ان انفصل السودان الفين و حداشر طيب انا ماذا الامر من محور فدعي عقدة الجلاد دائر حاجة اخيرة في المحور دب التحديد عقدة الجلاد الان بها اصوات جديدة وتجددت الفرقة فرقة عقدة الجلاد خرجوا عدد كبير من المؤسسين من العقدة الجلاد من المنظومة او من شركة عقدة الجلاد. اه وانا عندي معلومات انه الان عقدة الجلاد قاعد تهيئ في نفسها لصياقة جديدة. لكن دار اعرف موقع عقدة الجلاد الان وانور وظروف عقدة الجلاد الحالية. انور بتنزل لعقدة الجلاد في المستقبل كيف? او الهداثة المرة بيع عقدة الجلاد في الفترة الماضية من تخلف عدد من الناس والفصل اللي كانت تعسفة والمشاكل اللي كان حدثت بين اه شمت وحدثت من الاسماء المقنية واستغالت من 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 العقدة الفريدة. استغالك ده زي ازلة بتاعتنا سجيرية تدار وشنو كده. شرك. اه كده شرك اه شرك اه شارك اه شارك بتاع عنامين لكن تقع عند الغافل اه. شرك. قبل كنا انا قلت لك يا اخي انه نحنا سعيدين انه الفكرة تستمر. جميل. تستمر ذي معناها يتوارسوها الاجيال. وكون يعني انت تشوف فكرتك دي. في يعني فيها. انا هسي بقول لك انه لحد اخر قبل الحرب دي الناس اللي كانوا مشاكلين في جلات. تمانين في المية منهم لما نحنا بيغني هما ما يتولدوه. اكيد. دي سعادة ما بعدها سعادة انه. الجيل ان احنا بيغني هما يا دوبك تولد او ما تولدوه. هسي هما سهقين المسير بتاع الجلات. بنفس المنهج. بنفس الاسم. بنفس بنفس الاسمه وما طلعوا من منهج حق الغنى وما يعني ما صغطوا بالغنى ما شبهوا المستنقعات بتاعت الفيروسات يعني. دي سعادة بناسبة دي اي جزل يقعد كده يقول يا السلامة الحمد لله الواحد ما في حيات دي ما جلت لك ما جلب له جليطة يعني. الحيات ديك ما قاعد لك انت في يضانك. اسمها شنو? قالوا لك الوالد. ما يعني مجب للمعيبة. المعيبة دي ما ما قاعد لك هنا. مجب لحيات العيب. فالحيات دي بتخليك يعني وبعدين انا قلت لك ده لون كونه قلت لك ده بتاعك ده جلاد ده شرف لا يضهي شرف. وكمسيرة اي مجموعة بتحصل فيها اه يعني بيحصل فيها يقول خيب بيحصل الابان داون دي. اه بعدين انت ما يعني ما كل الناس بيكون يعني ممكن يؤمن معك بالفكرة لكن ما ما بكون عنده روح حقتها. ما انت انت بزعان مع الموضوع كثير حق. لكن بيجي يزول معك تاني بيجي شريك. الناس اللي قدام ديل شاركوك الفكرة. بكيد. جلوكوا الفكرة جاهزة بحاجاتها بسمها بمعناها. انت بتطلع الليلة في عقد الجلات. لما يعرفوك يقول له دا شهر قاوي طواني بتبقى لنجمي بكرة. اكيد. غنيت انت انت طلعت مع الجماعة دا الخلاصية. الخروج المؤسسين والهناي في في جزء منه خرج. يعني عثمان النوبي اسمي كبير يخرج من الجلات دا. يعني في حاجات عندها عندها في في زمن عنده عندها منطق عندها عندها اسبابه. اه وفي مؤسسات كثيرة ساهمت في انه اه يعني فيه اعداة بتاع النجاح. اه وفي الناس مساندين. لكن كانوا اعداء النجاح اكتر من الناس يعني اعداء الاصلاحة كانوا واقل من من الناس الا من الاعداء النجاح. لان في من مسير دا حصلت اه بعض الهفوات كانوا في مصلحين مجتمعيين كثيرين جدا يعني كانوا حرسيها عليك دجالات لكن في يوم من الأيام أستاذ نابعارك البخيت أستاذ نحمد طهق دعلي رحمة الله وأستاذ نحمد طهق دعلي رحمة الله وأستاذ نحمد دكتور ياسر حنفي والمرحومة الحيبة اليوم صادق المهدي والمرحومة الأستاذ كمال الجزولي كانوا مثل مجلس العرفة دجالات لا يصدر خلاف أو تبدر فيه مشكلة إلا ويكون هو ديل مجلس الحل والعقد بتاعه دي حاجة ما اجتمعوا على السودانيين السيديل الوانطف سياسية مختلفة لكن مجتمعين في دجالات دي ويجتمعوا في مسرحة وعندنا ما يثبت ذلك في مسارحنا وفي لقاءاتنا وفي محاضرنا ديل كان فيه وقت كان فيه الناس المكوينين بتاع اقدلات وناس عندهم علاقات جيدة بالمجتمع وناس مؤثرين في المجتمع جو جات أجيال شوية عندهم حرفية الأداء عند حرفية الغونة لكن ما في حرفية الإدارة نحن كبيرك لما قلنا كونا الشركة عشان نحمي نفسنا عشان يكون عندنا ضمان اجتماعي للفنان نحن عملنا المبادرة دي واستمرنا بها اكتر من خمسة سنوات اللي هو نحن الشركة دي تدي المغنين دي المرتبات حتى لو ما كان يبغنوا نحن ناخد من عروضنا دي حوافز الباقي بيمشي خزينة العقد الجيلات بنعمل الشركة دي قامت فيها مشاريع مجتمعية كبيرة جدا دولة الإنغاز ما صدقت لنا وانا هقول الليلة منها واحد انه نحن كنا طرحنا مشروع لوزار التربية كان وقتها سبدرات وزار التربية وكان محامي الشركة العجلات والمرحوم كمال الجزولي عملنا مشروع الحصة الموسيغية في مدارس ولاية الخرطوم كتجربة اولى عملنا نادر نسجده كاملة بانه يوميا يكون نحن نستطيع كل الخريين الموجودين في ولاية خرطوم دي كل واحد يمشي لنا مدرسة يوم الصباح يعمل لنا حصة طاعة موسيغة عشان عندنا بعد عشرين سنة لان نعمل يكون في جيل درس الموسيغة من هو يافع ونرعى الموهوبين وحصة الموسيغة يكون في المدرسة بشكل راتب لجيلات التوفر له الكوادر التدريسية بتاعتها الموضوع الشروع يقدرنا اديه في ثلاث سنتين اذا نجح وزي ما نحن رأس منه يعمم في بقية ولاية السودان احتزر الوزير التربية والتعليم وقتها لانه هو ذولة جهاد ما يمكن ندافع الموسيغة واحد المشاريع مشروع التاني تقدمناه لولاية الخرطوم انه يا جماعة ولاية الخرطوم نحن عاوزين نعمل ده مشروع بتبنيه وشركة عقد الجلاد ونحن عندنا ليه الامكانية باتصالاتنا بعلاقاتنا يجيب له سبونسرينج من جهات من عرفة الشوارع الرئيسية بتاعت الخرطوم دي الجمهورية والجامعة وشارع الصحابة وزرات وشارع الامتداد وشارع المطار دي مشهورة فيها اكشاك بتبيع جرائد وكده هيا زي دي نعمل اكشاك عقدة جلاد لكن اكشاك تكون اكشاك نوعية المجلة التي تكون مجلة محترمة الكتاب التي تكون كتاب محترم الجريدة التي تكون جريدة موضوعية المادة التي تشتريها من هنا مادة تشتريها امك واختك وبيتك وولدك وكل ناس بيتك من غير ما تقول لي يا ولد لا تمشي المكتب لا تقرأ كده لم يتم تصديق الله في الشركة دي كان في استوديوهات تسجيلات صوتية لحد الوقت ذاك الشركات ذي حصاد واحدة من الشركات الجميلة السودانية لم يكن لديها استوديوهات تسجيلات صوتية في السودان كلها كانوا يمشوا القاهرة عشان يسجلوا احنا قلنا يا مادة ان نعمل شركة بتاع التسجيلات الصوتية في السودان دون اكسس نجيب الاكسسة الصودي والاكسسة السودان داخل السودان ما صدقت لنا نحنا عندنا مشروع بتاع دي الشركة وعجد جلاد الفرغة دي الشركة دي طرع الفرغة باعتبارها رافض صغير منه دي المشاريع الكبيرة البهضمن للفنانين دي البعدين عثمان نودي يكون قاعد في بيته يصرف ماهيته اعمل حاجة جيدة مكتبته شغاله مطبحته شغاله حصة طفيلة تحت الموسيقى بيجي منها نسبة وعجد جلاده بيغني مؤلفاته شغاله بالغلاء هذا مشروع كبير كسرت انيابنا لانه الدولة هي المسيطرة على كل حاجة طيب يعني طيب شنو طيب دي ما مورست في تجاه خمسة ناس في عجد جلاد او مؤسسين او شركة عجد جلاد طيب المسأل في الوقت الحالي ممكن الان احنا ما وصلنا مرحلة انه نستوعب ان نتجح حكومة استوعب مشاريع عجد جلاد دي الان حتى بعد سورة ديسمبر ما مشاريع ذلك مشاريع ثغافية يعني نتحدث في الوقت الحالي عن المشاريع انت ذكرتها في عجد جلاد هو نمازج كثيرة بالنسبة لعدد من المؤسسات التانية لكن نختم من حول عجد جلاد ده بانه والخص انه ما عادت اليه عجد جلاد ممكن يكون في الفترة الاخيرة هو سوء ادارة سوء ادارة سوء سلطة في الدولة ذاته طيب هنمشي الهجرة هاجرت انت سازانور وتركت كل شيء وهاجرت الى هولندا جلست في هولندا وموسيقي واستاذ موسيقى ومؤسس واحد من اجمل الفرق الموجودة في السودان اكيد الجو كان متغير عليك تماما وحتى هناك عشان تبدو بيزك موسيقى وتشتغل شغل موسيقي واجتماعي كبير جدا جدا احتشتلي وقت من الزمن وانا حسب معلومات انت تغلدت مناصب اجتماعية كبيرة جدا جدا خاصة انت اكسيم بتاعك افريقي واللغة العربية تحدثت عن انك انت برضو كنت في مشورة لكل افريقي يدخل الهولندا العمل ده برضو محتاج لشخصية كبيرة ومحتاج لزمن واحدة من الحيات الكويسة في الهجرة دي انه هجرت للي دولة قريبا مشروعة جزيرة زي بيئة تكلمت يعني المشارة للي بيئة من زراعة لبيئة زراعية فدي شوية امتصت مني الصورة اللي بتشوف في الاول دي ممكن تجهجها كده فانا صورة الزرع والزراع والخضرة دي شوية كده زي عملت لي كولينغ داون يعني حبطتني كده لكن قطعنا نمشت لي حتة عدرة كان فاته جلد وده من الصعب الحياة بمعنى بمعنى انه دولة جديدة لغة جديدة يعني لغة جديدة كل كله لا انجليز بس لغة جديدة يا جماعة دا شدي فده كان اول تحدي في انه انت عشان تقعد هنا عشان تستمر في الحتة دي يعني دا مفتاح دا مفتاح كانت معايزة وجثية يعني زولة عظيمة جدا نحن اصدقاء قبل ان كنا كنا ازواج وكده وهي في موضوع انه تقرأ هنا جادة جدا يعني عموما النساء اكتر يعني قابلية للموضوع اللغات يقال كده بالتعلم يعني بالتعلم اللغة سريعة جدا فكانت واحد من الناس اللي حفزوني جدا في انه باين كنا نمشي بمدرسة مع بعض في هولندا فكانت بالنسبة لي في الهجرة اولى العقبات انه ايماع الحتة دي جديدة يعني الانجليزة تمشي لك لها حتة كده وتوصف لك لكن المجتمع هولندي سواحلية ولا ايش هي اللغة الدطشة يسمى الناس اللغة هولندية ومستخدمة غريبة لغة محلية تقولها محلية البيهون ستار مليون بتكلمها لكن هي اللغة التانية في اندونيسيا اندونيسي فيها مدين وعشرين مليون مسلم دي كانت مستعمرة هولندية وفي جنوب افريقيا مستخدمة اللغة دي عندما نكبر الكنيسة موجودة هناك كنيسة الهولندية يمكن اللغة دمرة ثلاثة تطلقها حتى صليافتات طاعة اللي هناك في الشارع باللغة الهولندية في اسرائيل برضو مستخدمة اللغة الهولندية في كمية من اليهود الهولندين هاجروا كلغة تانية كلغة تستخدمها برضو يعني بيستخدمها ملايين كورساها في شكله الرسمي 8 طهر شهر سنة ونص سنة ونص يعني احنا اولاد شنو تقول شنو يعني فيها خليط بين الانجليزي والفرنسي يزور هي رندق بتاع لغات رندق لغات الخبرنسي على الماني على انجليزي على ال كده يعني يعني اسمك منو دي بالعرب اسمك منو ما اسمك بالانجليزي ما اسمك بالانجليزي ما اسمك بالهولندي ما اسمك بالانجليزي ترندق سهل لكن ووتر بالانجليزي باتر يعني بسيبتها خصوصية كده هنا ده الو اذا نعملها باتر ونبس الاسمك اتغلمت بعد بتعلمت اللغة خلاص انت صعبة ما يعني انا حتكلم لك سهل لك سهل لكن الموضوع ده بالنسبة للتحدي وقالت صعبة جدا لانه انت بتتعلم المدرسة اوفيشيلي في المدرسة الشارع زي الكلام حقنا ده نحس انت في التمتمشي المدرسة تقول لك وقال احمد الى مريم انك شوف كده ده يتعلمك المدرسة في شارع قلوه احمد قال لي مريم يلا حين تجيب الكلام ده تعمل اليدارية يعني يعني اللغة الرسمية في المدرسة غير لغة الشارع انا اتعلمت في غليم فهو لهجات يعني هو ديالكت كده يعني حتى في هناك يعني مش تسمى صليم ولا قدر سعايدة هناك في هورين يقول در الجنوبين يعني انت من اللين برخ ف يعني الوذيكات واحد من التحديات الكبيرة جدا اللي لاقتنا في عشان تبقى ده مفتاح عشان انت تعمل شنو انت طبيب انت فنان انت شنو دار تقول شنو للناس عشان تعرض بضاعتك بعد ايوه ان البلدان اللي بلدان بتاع مؤسسات يعني اذكر يعني انا زوجتي كانت اول مدير اعمال لي لانه الناس اللي اتصلوا بي انا قمت يوم عملت انه انا فلان فلان في حتة فلانية انا مغني افرو عرب بعمل كده البلدان بتاعتي فيها كده 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 هنا خمسة ناس وناس قاموا شافوا البتاعدة وقالوا خلاص اتصلوا في التلقون بتاع البيت فقاموا اللي يقولوا زوجتي قالوا يا خدرين سكرتيرتو وقالت له انا سكرتيرتو كده لانه ما بفتكر انه زبان منظم ده اولى الكاتر العظيمة انه تفرضت مش تكون مؤسسة تكون زب مرتب انت جهبت على التصال يعملوا حاجاتك فاولى الحياة اللي علمتها انه انا لازم ترتب كون دي سي في مكتوبة عندي ديمو انا بعمل شنو بقد لازم اعمل دي بي دي داك و اعمل سي دي الجوبة الاصلي بتاعك شنو كده ايه تبتعمل شنو ويسمعوك وتوزع الحياة دي تمشي تركي عارضك دي دارة المهرجانات قبل موضوع النادي انتشر شديد كده كده سبعة تسعين سبعة تسعين 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 تمارزين تحديدا بدأت بيت الفوة اعمال النشاط يعني تسع وتسعين دي خلاصة فتحت بديت بديت موسيقين مجموعة موسيقين المحترمين جدا السودانيين فيهم منزامران في ديالات زي استاذ السامو من ليجي فيهم شهاب شرحبيل احمد فيهم هيثم موسى فيهم عبدالله حمد نور فيهم حسن الملك فيهم ابو الحسم محمد نور مجموعة من العازفين المميزين ساعدك في انك تكون موجود فيهم انا بعرفهم من السودان ودعونا مع بعض شوية الحاجزة خلتنا ما نستمر شديد او ما يكون عندنا الوهج الكثير داك لانه اوروبا دي مساحة وزمن زي الكرة الحديثة او حاول يزول داعت في حتة يزول عنده التسامات محددة ما بنشتغل الا في نهايات الاسبوع ما بنشتغل الا في مواسم بتاعت الشغل يعني في الشتة دا 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 موسم تعبيات الشتوية الناس بيكونوا نايمة ما في تتحضر بتجهز في حياتك لصيف المهرجانات الشنو الاحتفالات الكبيرة دا كلها بتكون في الصيف تستعد تكون عارف انت حتى تشتغل معا منو وترسل اذا قبلوك فكهت بالنسبة لينا صراع كبير ودائر الشغل عملنا نحا يسمى نايل بانت عملنا فرقة النيل اشتغلنا بها في هولندا في سويسرا في فرنسا في بلجيكا في غنائية فرقة غنائية انا كنت المغنى الرئيسي بتاعها بنعمل وصلات غنائية معانا استاذ صادشيخ الدين واحد من المؤلفين وعزفة العود الممتازين جدا واستاذ عود في واحد من الجامعات البلجيكية بنمشي بعض العروض يعني بنقدم فيها مسيغة سودانية مسيغة بحتة ونقدم غنى سوداني انا كنت المغنى الرئيسي بتاع الفرقة النيل دي اممكن ومعانا استاذ سراج عازف ترامبيت معانا استاذ طارق الدخري عازف ساكسفون تنقل برضو حصل احلال ويبدال في ناس بيجوا في ناس بيمشوا في ناس بيسيبوا ولن يمشوا في ناس بيكونوا لكن كانت فترة ممتعة جدا جيدة استمرت من تسعة وتسعين الى الفين وثلاثة انا رجحت للسودان واداك رجحت في اكدجالات تانية نعمل مشاريع جيدة بدناها بعافية دارفور وتسجيلات في بعض المحطات الهزانة السودانية جميل طيب استاذ النور يعني دي مسيرة في هولندا انا مدر اختصيرة لكن هي شكلت برضو حاجة كبيرة جدا جدا فيك انت وبرضو علمتك كثير نقلته لعقد الجلاد ونقلته لموسيقى السودانية ونقلته حتى طريقة الترتيب نحنا سودانيين اننا حاجاتنا ممكن تكون مهرية كده بتشتت بتتجمع في وقت معين وتاني بتشتت رجحت بالفكري تاني للسودان ما قدرت تشتغل في السودان اكثر تطور في حاجات كثيرة حصلت في السودان انا احمد للهجرة انه انا ترتبت فيها انا في هجرة الزوجته وانجبت ابنائي يعني بنتي وابنائي الاثنين في هولندا يعني لهم من هنا تحايا هم هم اصدقاء يعني غيداء انور وياسين انور وياحية انور غيداء وياسين نتخرج من الجامعات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله موجود في هولندا اكتسبت حاجات ايجابية جميلة جدا اللي هم موضوع الترتيب موضوع انه انت لازم تكون محدد هدف لازم تكون عامل بلان لازم الحاجة استفدت منها لما ريحت عقد جلاده انه يماعا لازم نعمل برامج عندها اسماء يعني بدلا من انتظر غانو نصفة او ننظم بس حفلات من اجل نجمع مال او نساعد جهة محددة نعمل برامج يعني والحاجة دي في عقد جلاده موجودة بس كان دائرة يعني انك تصحية تعملها همري تعملوا مشاريع بالدورية الحفلة ذات تكون مشروع يعني الحفلة في بيقات كان في رمضان عن تبرق الدم يعني انه نحن كنا شركاء مع بنك الدم ده بعض ريوعي من الفين واربعة الى الى حداشر عملنا مشاريعها في دارفور عما فكينا الاسترس في في التعاملت منه نسخ حكومية ثانية فاشلة جدا لانه وزاوة سبريت ما في اروح لانه انت مكريايدر انت مان مبدع الفكرة دي فكرة دي بدعاء ناس ثانين انت جد قلت الفريم ساي في لانه يوهو تفاصيل يعني ناي مسحة المضوضة يعني خلو فدي الحياة الايجابية جيدة المساهمات رجحت الكلية يعني بين فين واخر ما بشكل منتظم ولا تعاون بسيط كده لكن ساهمت في برنامج نجوم الغدفة اللي كانت تحكيم ثلاثة مواسم حاولنا نقول البرنامج من الستوديو من الجمهور اللي يغني تتغني في مسارح تتغني دي كانت تجربة بعد سنين طويلة من البرنامج دي بعد دخولنا أنا والمرحومة هو منصوري وانا كان ليس شرفينه ناديت بينه بدخول المرأة في التحكيم يعني صاح قبلين كانت في أمان نور عمرت فترة بريود بسيطة لكن هنا لما جيت لقيت التحكيم كان رجالي رجالي فقط شرط انه الدخولي يكون بدخول تحكيم النساء معه اشتغلت في مدير فني لغناط هارموني برضو لموسمين لسنتين من 2007 إلى 2009 مدير فني المدير فني المواد الغنائية والموسيقية والثقافية وخلوة من الموائن على الغيود المحدد المصنفة وكان السودان تعلم تماما انه استنكره مشاكل يعني عندنا نحايا تسمى الوراس يزال جد وكتب لك المتين يتغنى في غناء حرة يجي مكرف تحفينا بلاغ في انه غنيت غنية جدي او في ناس تناولوا النماذج غلط يعني انا اذكر نحن مشاكل محكمة واحد كان مشتكين في كلمة غلط واحد سجل اغنية الغنائية الساس محسبة دائم الاغنية تقول احديتك محبة خالدة مع الزمان المغني الجغل نال هنا في هارموني غنى خالقة مع الزمان مش اشتكاكو وان نحن المغني كلنا مشاكل محكمة طيب يا سازنور وكان داي مجال انه يعني بيقول في الغنية كنت بحشتغل الشغل انه الجنين المادة في الاول تتراجع مصنفيا من ناحية الكلام من ناحية اللحن من ناحية خلوة من الموانع المصنفية انها لا يكون لديها مشكلة في شعيرها ولا مشكلة في تأليفها وفي اذن انها تغنى جميل طيب سازنور يعني زوايا كثيرة جدا جدا وزوايا جميلة وزوايا ممتازة اتمنى ان اكون تلاثة اربعة زوايا كويسة وتكلمنا فيها في حلقة تلية لكن القناة بشكل عام في السودان اول اخلينا من الفعل الثقافي كله لكن نتكلم عن القناة في الشكل مؤخرا كده اكيد انور بيكون عنده استاذ ومحاضر في كلية الموسيقى والمصر عاشرة عدد كبير جدا جدا من الفنانية الكبار اللي عندهم اسماء كبيرة اسست لواحدة من انبلة المشاريع الموسيقية في السودان اللي هي عقدة الجلاد الآن في بعرف القناة الآن والفن في الوقت الحالي اكيد انور نختم كده بانه رايك في وفي مستقبل الفن في السودان هرجعلك تاني هقولك انه الزلا بنكون مؤمن مرات بموضوع الغني والجماعي دا ما يعني ما جاء صدفة يعني احنا قلت لك نحنا واحد من الناس اللي انت رحبته معاه اوضل بشهير وشمت احنا كنا كورس في ايام امتفاضة بال dumpلو 65 avec 80 مع السازيه من اللمين على رحمه الله واحدا الاكتوبريات بالرجوحة اللي تصجحت الى فترة ديك نحن كنا الكورس الجماعي يغنيوا وراء هؤلاء العمالغة نحن سعدنا جدا أنه رافقنا عمالغة الغناء السوداني فبالتالي تشكلنا تربينا تربية فيها أدب غناء السوداني جيد عشان كده لما جتكويننا ونجح كنا سعداء جدا لأنه نحن جينا درجنا من مدارس كثيرة جدا من محض الموسيقى إلى مرافقة عمالغة الغناء السوداني إلى أن كونا على الدجالات أنا سأرجع لأنه الأول يعني دي من الفترات الحصل فيها الانهيار الثقافي وحصل فيها الفيروس على الغناء السوداني ذا اللي هو ما يسمى بغناء القونات وما يسمى بأنا ما مختلف مع غناء الزنك ده ودغونا حق مجتمع موسيقى الزنك دي في فرق بين موسيقى الزنك وغناء القونات موسيقى الزنك دي أفرزتها ضرورة حق هذا مجتمع أجاز ده في أمريكا لما انطلع طلع لأنه الناس كانوا استعبدون ودخلون في حزائر وكعشان يتنفسوا بدوا يغنوا غناءهم ده موسيقى الزنك دي لأنه نحن عندنا كانت موعين إعلامية صفوية جدا يعني اللي تجي لابس لها كرفيته ببدلها عشان انت تخش او يجيبك ذول بيعرفك او مهتمين اننا نمشي للفنون دي في حتتها يعني يعني نحن هس ما مسجلين في في رشيفنا السوداني كل غنانا قاعدين في غنانا قاعدين نستحي منه معنا غنانا بتاع المجتمع في غنانا دلوكا غنانا في غنانا مسكوت عنه نحن ما عندنا الشفافية الثغافية والشفافية الفنية دي اللي يدورون دائما يدورون بحراس فضيلة وهم ما فضيلة ولا عندهم علاقة بين الكلام ده الغبطة الثغافية والتسلط عليه كل من توجه في المجتمع انه يكون في رغيب ليو والذي لينا الغنى الحواري والذي لينا الغنى الغونات وبمناسبة الغونات وكده وصاقة الغنادة في وقت ما كانت تحت رعاية الدولة وكانت دولة مبسوطة جدا زي خلوا يلهي لنا المجتمع مجتمع خلونا الشباب عشان ما يلتفتوا لانه في انهيار في الدولة حاصل سياسي والاقتصادي والأمني والله ما يحصل لانه كانت بترعة يرعونوا عن أنشطة زي دي ويوقفوا عن نشاط حميد زي اكدجلات وغيرهم وما يقضي لابرامة محمد عبد العيز الله يرحمه سجن وضرب وعزب في موضوع شرعه كبير كبير وزينال إبراهيم ضرب وعزب وسجن الله يرحمه الله وعارك البخيت ووقفه يعني ما تم تلو تزييلات ومحارب من التلفزيون ونمازي كثيرة تجيبنا السلطة في أبهى صورة يقول لك ساقطات المغنيات في أولى أيام العياد يعني لكي أنتم يهنؤون بالعيد ويكأننا حوى السودان نضيبت وعقورت وعقومت من أننا تنجب مغنيهم مغني جيدين سياسة السلطة كانت سياسة لتفريغ ثقافة المجتمع سياسة السلطة كانت محاربة الفن الجاد البخدم قضاء المجتمع وليس سبب في ظهور أغاني القونات أبسل يقول لك لا أستطيع أن أقول لك أنا أشكر لك كثير وضوحك الكبير وسعى الصدر طلعت مني سياسة عاديل كده طلعتك سياسة شوية حالقاك حركة مزلحة حركة مزلحة شكرا يا زيرو والله أنا سعيد بلغاك يا أخي والله شكرا أنا يعني وما كان قائل في المروضي بقدر أتكلم لأنا أنا جاي من الاتهاب والحمد لله ما قحيت لكم لأنه عنده يعني أسأنا داري أنك طلب صغير ألا وهو أكتر شي بتحبي في عقبة الجلال أغنية بتردده يومي وفي البيت أديني بناحية بسيطة كده أختم بال زمان قاعد النهرو بنقول له يعني كلهم بناتنا كلهم أولاتنا كلهم كده ده كلام ده ولواصل جدا لأنقطع الشك أعيزوا عنده 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 حاجة قعدة فيه نعم بترددها أنا في غنية حببتها في حببتها ليه زوجتي يعني كنا بغنية كورس عادي وبغنية مع المجموعة لكن زوجتي تحبها جدا بعدين قاعد تحس بها لغنية اللي هي بتسمع فيها لبعين فيها يعني بتكون في عالم تاني كده فالنحاس قبل أسبوعين أنا راجع من السفرية اللي هو نمشينا على سنة ده نفكر في حياء عقد الجلاد والغنى عشان يكون في نكون في المشهد الغنى من المسجد يزيد يكون في المشهد ما بالضرورة يسمي عقد الجلاد عطر الجلاد تكون راي الهم هو الغنى الهم يكون الغنى والغنى الفور رسائل الله يعني غنانا ده بتقري أنه فالغنية اسمها يا ودود الابتسامة باشتكي لك منك الحزن الدفين خلي بالك للغمامة تملى 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 لما تنزل لا بتشكي ولا بتحكي إلا يطلع من أنين الأرض وردو عش حمامة يا ودود الابتسامة يا ودود كل عام أنت بخير يا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدة كريم دي كانت حلقاتنا المدوكاست أجمل جاوي لهذا اليوم تقبل وخارس تحايا فريق العمل بالقادة الحبيب دوما فتحي مربري في أعمال الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ملتك شافت سواك أمكن بلدي بحبك شديد بلدي بحبك أنا